بإذن الله أعزائي طلبة الصف الخامس من مدارس الفنية الصناعية قسم السيارات أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة بين مرامجنا التعليمية ومادتنا مادة تكنولوجيا تخصية النهاردة أيضا معدنا مع الجزء الثالث من مادة تك تخصية الجزء الخاص بدراسة كهرباء السيارات كنا في الحلقة السابقة توقفنا مع بعض عند أول جزء في الأجزاء الخاصة أو الجزء الخاص بدراسة منظومات الراحة والعمام بالنسبة لسائق السيار وكنا اتكلمنا على أول جزء أنه قلنا فيه حاجة اسمها مسبت الصرعة وكنا شفنا مع بعض فيه عندي نوعين من مسبتات الصرعة فيه عندي اللي هو المسبت السابت وفيه عندي المسبت المتغير كنا انتهينا في الحلقة السابقة عند الجزء الخاص بمسبت الصرعة اللي هو الايه السابت وقلنا أي نظام تحكم إلكتروني المفروض أنه بتكون من ثلاث عناصر السي فيه مجموعة من الايه الحساسات ودي بتدي معلومات تشغيل ايه عن الحال اللي أنا عاوز أتحكم فيها بعد كده الزين معلومة بتروح لوحدة التحكم واحدة التحكم بتكون معلومة وبترسلها فيه إشارة تشغيل للايه المشكل بالنسبة للجزء اللي احنا كنا درسنا مع بعض أو استعرطنا مع بعض فيه الحلقة ايه السابقة قلنا أنه عندي النظام المسبت الصرعة السابت بيديني مقياس سابت على الطريق المستوي وممكن أنه هو بيزيد بمقدار واحد كيلو متر في الساعة عند الميل منخضر بيقدر بحوالي خمسة في المية وقد يرتفع إلى اتنين كيلو متر في الساعة عند المنحات اللي تزيد عن خمسة في المية بمعنى ودينا مثال بسيط جدا قلت لك لو أنا بجري بسرعة مية كيلو متر في الساعة وقابلني منخضر طبعا منخضر ده بيزيد من الايه السرعة ففي الحالة دي مسبت الصرعة بيسمح بمقدار زيادة تقريبا في حدود كيلو متر في الساعة عندما ده لما كنت بجري على مية بجري على مية واحد لو منخضر ده زاد أكتر من خمسة في المية عن الطريق الايه المستوي فعلى أن الصرعة بتزيد بمقدار اتنين كيلو متر في الساعة يعني عندما كنت بجري على صوعة مية كيلو متر في الساعة ممكن علي أن السرعة تزيد لغاية حوالي 102 كم في الساعة وقلنا أنه عبارة عندي أن أنا بأخذ المعلومة معلومة السرعة المطلوب الوصول لها عن طريق السائق يعني مثلا أنا عاوز أثبت السرعة على سرعة مثلا 100 كم في الساعة فالسائق هو اللي بيخش أو بيتدخل في تحديد السرعة المطلوب الوصول لها والسبات عليها وده بناء على أو السائق عمتا بيعرفها منين أو بتيجي منين بناء على إرشادات المرور ويمكن إديتك مثال وقلت لك أنا قبل ما بخش على الطريق في إرشادات مرور بيقول لي أنك لا تجاوز مثلا 100 كم في الساعة لبعا إذا أن السرعة لا تزيد عن 100 كم في الساعة فبالتالي لما يجي مسبة السرعة مفروض من السائق وأنه بيدي له السرعة اللي ما يعصلش عندها تجاوز له السرعة المطلوبة على الطريق النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض الجزء الثاني اللي هو المثبت متغير التشغيل يعني حنا قلنا أن في عندي نوعين في عندي السابت وعندي المتغير النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع بعض تحت عنوان مثبت السرعة المتغير هنبدأ الحلقة بتاعته اللي هو مثبت السرعة زوء النوع المتغير طيب تعال نشوف كده مع بعض بقول لي وفي هذا النوع يختلف نظام التحكم فقط إذا النظام التحكم بس هو اللي هيتغير يعني آه السائق ها يدي معلومة لوحدة التحكم هاخد معلومة عن حالة المحرك هاخد معلومة عن صندوق تروس تمام ولكن كل دي معلومات تروح لوحدة التحكم ولكن المعلومة نفسها أو طريقة التحكم نفسها هي اللي ايه اللي هتختلف بقول لي فقط يبقى في هذا النوع يختلف نظام التحكم فقط حيث يغير النظام التحكم من خصائصه مع غرغبات السائق تمام كده فمثلا بعد السائقين يريد أن تقل قليلا عن سرعة السرعة أثناء صعود منخضر بينما الآخرين يريدون سرعة ستة دائما يبقى إذا كده ألاقي أن النظام بتاعي ألاقي أنه هو ممكن أنه هو بيتغير حسب خصائص الايه السائقين يعني في بعض السائقين بيقول لا أنا لو مثلا طلع ما أطلع المفروض أن أنا بمشي أو بطلع على سرعة أقل يعني غير أقل يعني أطلع مثلا على الايه أطلع على التاني وما طلعش على الايه ما طلعش على التالت أن ده بيديني راحة للايه العربية أكتر في بعض الايه السائقين يقول لك لا أنا مثلا لو أنا بجري بسرعة مثلا صرعة عالية فأنا ممكن أستفاد بهذه السرعة في التغلب على مقاومة الايه الانحضار فهي كتب حسب رغبات الايه السائق فهنا ممكن أن نظام التحكم بيتيح أنه هو يقدر يستجيب لرغبات الايه السائق ودهني كمثال اللي هو الايه صعود الايه المنحضرات نشوف مع بعض الجزء تاني بقول لي في هذا النوع يختلف نظام التحكم فقط نظام التحكم بس هو الايه اللي هيبقى ايه متغير بقول لي حيث يغير النظام التحكم من خصائصه مع رغبات الايه السائق ودهني كمثال يعني بقول لي فمثلا بعد السائقين يريدين أن تقل قليلا سرعة السائق أثناء صعود ايه منخضر يعني أنا بجري عالمية وقدامي منخضر لا أنا عاوز اطلع على سرعة ايه اقل يعني غير اقل بينما الاخرين يريدين سرعة سابتة دائما يعني لا أنا عاوز سرعة سابتة يعني لو بجري عالمية وقدامي منخضر لا اطلع لايه اطلع لنفس الايه السرعة تمام واللي ويوجد ايضا بعض السائقين هلازين يريد تدخل سريع من وحدة مثبت السرعة فاذا حدث الزيادة في المقاومات اه نيجي ايه يعني ايه المقاومات اللي ممكن تتعرض لها السرعة طبعا الجزء ده احنا درسينه مع بعض بالتفصيل في مادة الايه الأداء احنا عارفين ان العربية بتاعت تتعرض لعدة ايه لعدة مقاومات مقاومات دي عبارة عن مقاومة الايه التدحرج في عندي مقاومة الهوى في مقاومة الانحضار في مقاومة الايه مقاومة التعجيل تمام او مقاومة تمام بسلمها مقاومة القطر لوان العربية بتاعت دي هتقطر عربية وراه تمام فالحاجات دي بتبقى زيادة على قدرة السر بمعنى أنا تلوعتي مفروض عندي براكب العربية بتاعتي وبجري على سرعة 100 كم في الساعة فجهد الجر فجهد الجر أو خلينا نقولها بشكل أبسط شوية فقدرة المحرك أو القدرة والعزم الخارجين من معانا المحرك هم بيتناسبوا مع السرعة دي ضد مجموعة المقاومة دي بمعنى أن أنا بقول على سبيلين أنا هد رقم يعني مثال بس مش أكتر أنا بقول لو عاوز أجرب سرعة مثلا 80 كم في الساعة إبقى إذن الجهد اللي خارج من المحرك أو القدرة اللي خارج من المحرك هي قدرة تتغلب على وزن العربية ومجموعة المقاومات وتاخد العربية تجري بيها على السرعة دي تمام طيب لو فيه مقاومات زادت على العربية لو فيه مقاومات زادت وغير من غير ما يقابلها زيادة في قدرة المحرك إبقى كده أنا هفشل في الوصول للسرعة المطلوبة بمعنى أننا تتبقى بجري على سرعة 100 كم في الساعة طيب حبيت أنا زيد السرعة لمية وعشرين لو ما فيهش قدرة في المحرك قادرة أنها تزود سرعة العربية العربية اللي هيصل هفشل في الوصول لسرعة مكام مية وعشرين تمام كده؟ فده النقطة الخاصة بالمقاومات كل ما مثلا على سين ميسان كل ما هتزيد سرعة السيارة كل ما مثلا مقاومة الهواء هتزيد على العربية وطبعا أي مقاومة هتستهلب جزء من قدرة المحرك لو ما فيهش قدرة قادرة تتغلب على قيمة المقاومة اللي تضافت على العربية وبكده المحرك بتاعها يفشل في الوصول بالعربية لسرعة المطلوبة نرجع بقى نقرأ مع الجزء البعض الذي يريد تدخل سريع بعض هنا المقصود بها ايه؟ تمام؟ لهو السائقين يعني تمام؟ ويوجد أيضا من البعض الذي يريد التدخل تدخل سريع من وحدة مسبة السرعة أنا باجرى عالمية وقدرة المحرك اللي خارجه تتناسب طبعا أنا عاوز أزيد السرعة لو بلازم المحرك اه؟ أو المسبة السرعة يسمح بزيادة سرعة ايه؟ المحرك عشان لزيادة القدرة عشان يتغلب على المقاومة الجديدة اللي تضافت على العربية ويوجد أيضا بعض البعض الذي يريد تدخل سريع من وحدة مسبة السرعة إذا حدثت زيادة في المقاومات ولكن البعض الآخر يريد توفير بالوقود في بعض الساقين برضو بيطلب حاجة تانية يريد التدخل أو يريد توفير بالوقود ويفضل التدخل البطيء يعني ما يكونش الاستجابة سريعة للمتغير خلي بالك ما يكونش ليه الاستجابة إيه سريعة للمتغير اللي حصل لتغيير الصرع يتم تغيير هذه الخصاص أما عن طريق الساق الذي يختار أسلوب التحكم المناسب عن طريق مفتاح أو نتيجة تعريف النظام على عادات الساق أثناء القيادة وإيه وتسجيلها يعني نبصوا هنا يعتبر أن وحدة التحكم بتقدر يعمح عن طريق حاجتين يعمح عن طريق أنا قبل ما بركب العربية أو بركب العربية وماشي قبل ما شغل مثبت السرعة في عندي اختيارين في عندي اختيار أن نخلي مثبت السرعة يتدخل مباشرة عند الضغط مثلا على بدل التعجيل عشان يزود السرعة عشان نظام السابقة مثبت السرعة يستجيب معي بسرعة جدا أو أن مثبت السرعة أنا مثلا بجري بالعربية ومتضغط على البدل التعجيل ضغط على بدل التعجيل مثبت السرعة ياخد فترة شوية فترة صغيرة مع بال ما ايه ويخش يتدخل لتغيير الايه الخصاص ده نظام أو أن أنا في عندي نظام وده موجود طبعا في السيارات اللي هي ذات الايه إمكانيات الأعلى أن أنا ممكن أن أنا نظام التحكم نظام التحكم بيرائب العادات الايه العادات قيادة سائقة الايه السيارة يعني أنا مثلا قبل ايه أنا جبت عربية مثلا جديدة وعبل ما أطلع بيها على الطريق أو ما شغل نظام ايه نظام مثبت السرعة في الأول نظام مثبت السرعة هيتعود على نظام القيادة بتحتي يتعود ايه على نظام القيادة ايه بتحتي أنا مثلا بحب أجري على سرعة كام تمام أو سرعة أقصى سرعة بوصلها على طرابية ممكن بتديني ميتين وعشرين كم في الساعة وفي طرق مالك سيارة أو وفي طرق السيارة أنا ما عنديش القدرة أنا بخاف أجري فما جيش أنا في مرة أقول له لا ده أقصى سرعة أنا مرة سوقت بيها وعلى طرق مفتوحة مثلا مية وخمسين ما جيش أنا أقول له أثبت السرعة على ميتين تمام نوع إيه أرى عادات العادات القيادة بتاعتي عادات القيادة إيه بتاعتي تمام نرجع بقى مع بعض نقرأ الجزء ده كده مع بعض إن فيه تفاصيل مهمة جدا بل ويوجد أيضا بعض الذي يريد تدخل سريع من وحدة التحكم أو وحدة مسبة السرعة فإذا حدث زيادة في المقاومات ولكن البعض الآخر يريد توفير بالوقود ويفضل التدخل البطيء لتغيير السرعة يتم تغيير هذه الخصائص إما عن طريق السائق الذي يختار أسلوب التحكم المناسب عن طريق مفتاح أو نتيجة تعرف النظام على عادات السائق أثناء قيادة وإيه وتسجيلها تمام الصورة اللي قدامنا دي ده بيوريني هنا التبلوء قدامي التبلوء ده قدامي ده شكل تبلوء لإحدى مركات الإيه السيارات ومن خلاله ممكن بعرف الإيه أو نظام الإيه مسبة الإيه السرعة خلي بالك إن فيه مسبة السرعة لما نيجي نشوف في تلوقتي ألاقي إنه هو عيدمج ما بين نظامين يعني إحنا فيه نظام عندي هنا بالنسبة لأمان اللي هو تجنب الحوادث بالرادار طب مسبة السرعة أنا مسبة السرعة على مية كيلو متر في الساعة هنا هقول لك المقصود منه إيه أو المقصود من كلامي إيه طبعا ده التبلوء قدامي ده طبعا عداد كيلو متر بتاعي ده عداد الإيه كيلو متر بتاعي يعني أنا شايف العربية هنا أقصى سرعة بيوصلها حوالي مية وستين كيلو متر في الساعة وده عداد الأربي إم بتاعه وعداد لفات الإيه المحرك وأنا على سبيل المثال آدي أنا مسبة السرعة بتاعتي على سرعة سبعين كيلو متر في الساعة تمام ودي عندي آدي العربية بتاعتي أهي واجب في عربية هنا في الإيه الأمام تمام خلي بالك النظام ده هو مسبة مسبة السرعة ده أهم جدا طيب أنا هافترض أن أنا كده آه خلي بالك أنه مش مسبة السرعة لا أنا فيه ممكن يعني النظمة بتخدم بعض أنا ماشي تلقتي على سرعة تمام وازاي أن أنا أقدر أستفاد بتجنب الإيه تجنب الاستضام عن طريق الرادار طيب أنا بجري على سرعة مثلا سي مية كيلو متر فين في الساعة ودي عربية قدامي طالما المسافة اللي مبيني ومبيني العربية مسافة آمنة بمعنى إيه مسافة آمنة يعني المفروض مثلا أنا سايب هنا المسافة مبيني ومبيني العربية اللي قدامي مثلا عشرين متر طيب أنا بجري على سرعة مية واللي قدامي تقريبا برضو على نفس السرعة يبقى المسافة دي هتفضل سبقة طيب أنا هافترض تلوقتي أنه اللي قدامي ده مسك فرامل يبقى المفروض لا أول ما بيمسك فرامل المفروض إن أنا أهد سرعتي علشان أتجنب الاستضام بتاعه منين من الخلف ودي نقطة مهمة جدا تمام طيب أنا تلوقتي هفترض إن اللي قدامي ده مش ممسك فرامل لا هو قلل من سرعته نظر لوجود حاجة قدامه يعني مثلا هو عاوز يقلل أو كان بيجري عالمية وأنا بيجري عالمية إذا المسافة دي هتفضل إيه حدود أمينة بينه وبينه 20 متر ده حدود إيه أمينة طب هو فرامل أو قل من سرعته وأنا لو مشيت على نفس السرعة المسافة دي هتقل وفي الحالة دي لو هو مسك فرامل حتى لو أنا مسكت فرامل ولكن في عندي مسافة بسامية مسافة الزحف ممكن في الحالة دي يحصل تصادم من الآيه الخلف لأ في الحالة دي ممكن النظام لو مش النظام بقى مصابة السرعة ولكن النظام لو تحكم تجنب التصادم بالرادار ممكن هو يخش ويقل يلغي نظام تثبيت السرعة ويعمل على تقليل سرعة السيارة الحفاظ على مسافة أمينة مبينة ومبين الإيه الهدامي ده هنا لما نشوف علاقة الأنظمة ما بينها وما بين بعض الأنظمة دي بتبقى مهمة جدا جدا طيب نرجع للصورة اللي احنا كنا بنعلق عليها علشان بس مش كل نظام من اللي احنا هنقولهم هو في معزل على الأنظمة الأخرى ولكن الأنظمة كلها بتخدم مع بعض أو بتشتغل مع بعض تمام نرجع تاني ليه الصورة ادي شكل مثلا التبلوء قدامي أو الحالة اللي ايه التشغيلية اللي احنا بنقولها اهي انا تلوقتي مثبت السرعة بتاعتي على ايه على سبعين والعربية اللي قدامي ولكن لقيت انا كده في مسافة ايه أمينة طيب لقيت ان العربية قدامي علت سرعتها علت سرعتها وانا لو مشيت على نفس السرعة ممكن يصل ايه تصادم منين من الخلف لا ممكن في عندي نظام تاني يقرأ المسافة دي اللي هو الحفاظ على المسافة الامينة لبين الايه السرعة الصورة التانية دي ممكن برضو بتوضح الايه الشكل يعني مثلا ادي ادي حالة تشغيلية ادي مثلا عندي ادي العربية اللي انا انا اللي جوه العربية دي ودي عربيات موجودة قدامي على الايه الطريقة شايفين الخطوط خطوط الصفرة دي خطوط الصفرية العربية دي هي العربية اللي موجودة امامي مباشرة اهي والمسافة من هنا لغاية هنا انا تلوقتي زي ما احنا قلنا او شرحنا قبل كده وقلت لك ان المسافة دي تعتبر مسافة ايه امنة يعني ايه امنة يعني هافطرد انه هو لو هدى سرعته او مسك فرامل فانا هقدر المسافة دي المسافة دي هقدر اتصرف فيها وانا انا اتفادى حدوث تصادم من الخلف بالنسبة للسرعة اللي ايه لدامي وده بقدر اعرفه منين ده من خلال لهو نظام اللي ايه التحكم الرادير في نفس الوقت ايضا هو بيديني او بيعرفني او العربية بتعرف من ايه العربية المحيطة ليا طيب انا على سبيل المثال باجري على سرعة 100 كم في الساعة على سرعة سبتة والعربية دي انا عاوز اطلع منها طيب انا هطلع منها اطلع جهة اليمين ولا اطلع جهة اليسار ولو طلعت جهة طلعت يمين او يسار هي الحراط اللي أنا مسموح لي اننا انتقل من حرى الحرى هي حرى امنة ولا غير امنة يعني ايه يعني مثلا عندنا تلوقتي ماشي في المصار ده اهو ماشي فين في المصار ده انا واخد لقطات للعربية اللي قدام طب انا لو جيت يمين كده وعشان اخذ الحرى دي ممكن لو انا دخلت يمين بص هنا المسافة الامنة مبينة وما بين العربية بات ايه قليلة جدا طب انا لو حبيت ان انا اجي في الحرى اللي هي الشمال دي طب المسافة دي لا ده غير ايه غير مطاق طب انا لو عاوز اخذ المصار ده همشي كده همشي كده مساء سيومي سير وعم جاي داخل كده واخد مثلا ايه ابوارة العربية دي لانا قلت ده يا طرى المسافات اللي ما بين السيارات هي مسافات امنة اننا ممكن اعمل فيها الحرقة دي فالنظام التحكم نظام التحكم هيسمح للسيارة بحدوث الحرقة اللي انا قلتها ولا ممكن النظام التحكم يخش يدي مسافات للساق لما هي المسافات الامنة اللي يقدر يطلع من الحارة دي علشان يخش حارة اخرى تمام ايضا ايضا ايدي النظام اللي احنا بنقوله لو أنا بقى داخل داخل لو أنا داخل هنا داخل السيارة لو تشوفوا واخد واخد التبلوء اذا التبلوء هوا مؤشر وهنا واخدوا هنا مكبروا شوية اذا دي العربية بتاعتي اذا دي مقدمة السيارة اذا دي العربية لقدامش دي العربية دي قدامه مباشرة تمام؟ في عرابيتين اهي موجودة واحدة جهة الامين وجهة اليسار وانا ماشي في الطريق وانا ماشي فين في الطريق طيب يا ترى الصرعة بتاعتي او الطريق قدامي يسمح لي ان انا ممكن اجي مين وبعد كده امشي اه واخش في الطريق ولا بقى تمام ده اللي هنشوف في تلوقتي من النظام او من الصورة اللي قدامي الصورة اللي قدامي شايفين بقى وصة بقى النظام ببساطة جدا بيقول ايه ان هو بيبعت زي اشارة رادارة ايه قدامه بيقول ان المسافة من هنا لهنا من هنا علشان العربية تيجي تاخد زمن مثلا مقداره وحد سانية من هنا لهنا اتاخد زمن مقداره اتنين ايه اتنين سانية تمام لو هنا على سبيل المثال او بيئيز صورة العربية بتاحته قد ايه العربية اللي قدامي بتاحتbor ايه تمام وانا صرعيتي قد ايه تمام وهنا قادي المؤشر بقول ان انت سرعتك حوالي 80 كم في الساعة والله لو مشيت على السرعة دي وفي عربية قدامك فيه ايه مسافة امنة المسافة الامنة دي لو حصل المسافة الامنة دي لو حصل على سبيل المثال ان العربية اللي قدامك دي دست فرامل فجأة تمام يبقى انت لو دست فرامل له مسافة الزحف الطبيعية ممكن ان انت تقف قبل ما يحصل تصادم منين من الخلف وتقدر حتى لو هي مسكة فرامل وانت قدرت عاوز تتصرف تطلع مثلا منها هنا تيجي يمين مثلا قدامك هنا الطريق فاضي يعني ده ايه دهد او مسك فرامل تمام وانت وانت بتجرب العربية لأ انت مش عاوز تدوس فرامل انت عاوز تطلع منه والطريق هنا خالي جدا يعني ممكن انت تيجي من الحرر اللي فوق دي للحرر اللي تحت وتاخد المصارد بتاعك طبيعي جدا تمام بدون ايه حدوث اي مشاكل الرادار بيقول لك لو الطريق هنا فاضي لو الطريق هنا ايه فاضي يقول لك اه ممكن انت ايه العربية دي لو افت ممكن تيجي انت لو قلنا مسلا انت ماشي فين في اليمين ممكن تيجي شمال على نفس سرعتك ويه وتمشي لكن لو حصل ان الحرر الشمال دي فيها مشكلة ان انت لو جيك كده وطلعت وفي عربية هنا اه لأ ممكن يديك انزار وممكن نظام التحكم كمان يخش ويتحكم او يقلل صوت ربية او ما يسمح لكش بزيادة السرعة لتجاوز العربية الايه لدام ولكن يسمح لك بايه انه هو يخفض سرعتك نتيجة تخفيض سرعة العربية دي او انه هو ممكن يخش يخلي جهاز الفرامل بتاعك يشتغل علشان لو قدامك دي مسكت فرامل فانت بيأمنك نحن قلنا الباب بتاع بيكلم على وزايا الايه الامن والايه والرعاة تمام يبقى اذا هنتكلم تلوقتي كمقدمة ليه اللي هو من الحدوث الايه الحوادث بالرادار تمام خلي بالك النظام ده النظام ده ممكن طب فيه عربية فيها نظام مسبت سرعة فقط تمام لو احنا كلمنا عليه وانتهين منه طيب لو انا ممكن نظام الايه التحكم الراداري ممكن استخدمه مع مسبت الايه السرعة فبعض الانظمة اللي هي المركات اللي هي بتبقى عالية او ممكن يربط او يستفيد بنظام مع نظام اخر النظام التاني اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو منع حدوث او التصادم عن طريق الايه الرادار تمام طبعا الجوزة ده ببساطة جدا احنا كلنا مثلا نرسنا قبل كده في العلوم مثلا في مراحل تعليمية مثلا مختلفة يقولك ان مثلا على سبيل المثال لفكرة عمل الرادار اتخذت من الخرفاش او اللي هو الوطواط الوطواط هو ما بيشوفش ولكن هو عبارة عن ان هو بيرسل اشارة الاشارة دي لو اصطدمت طالما ان هي في الفراغ تمام فهو بيطير مثلا في خط ايه مثلا سميلي سألها هنقول ان هو بيطير في خط ايه مستقيم طب هو ما بيشوفش ولكن بيعرف المسافات ازاي ان هو بيرسل ايه اشارة الاشارة دي طالما مرتدتلوش مرة أخرى يبقى كده قدامه فراغ فهو طاير فيه الفراغ طب لو أرسل الإشارة دي واصطدمت بجسم فبتبعت له إشارة بيقوله خلي بالك ده أنت قدامك جسم ممكن لو مشيت في نفس الاتجاه تصطدم لا فبيغير الاتجاه بتاعه يمكن فكرة عمر الرادار هي بنفس الطريقة شوية فالعربية فيها سنسور السنسور ده في بعض العربيات في بعض العربيات بيكون على الاقتصدام الامامي لو هو زي ما احنا قلنا لو بيستخدم نظام لوه منع تصادم الامامي في العربيات الأكثر رفاهية بيكون الرادار ده أو النقاط دي بتكون متركبه على الاقتصدام الامامي والاقتصدام الاخلفي الرادار ده أو الحساسات دي هي بتبعت إشارة رادارية هي بتمسح الطريق قدامها بتشوف العربيات قدامها ماشي عن طريقها بقدر عايز سرعة العربية الأمامي وبحدد هو طبعا الجهاز بيقرأ العربية الأمامي العربية اللي قدامي سرعة العربية بتاعتي قد إيه ولو لقى ولو لقى أن العربية بصلت لمرحلة أن هي مثلا هي بيجري على سرعة 100 كم في الساعة وأنا باجد على سرعة 100 كم في الساعة والمسافة اللي ما بنا مسافة آمنة وكلمة مسافة آمنة يعني إيه يعني لو مسكت فرامل أو مش مسكت أنا فرامل لا اللي قدامي بقى لو هو مسك إيه فرامل وأنا استمريت على نفس الصرعة فممكن يحصل تصادم منين من الخلف تمام لأ ده يعمل إيه بقى لو هو لو مسك فرامل تمام أنا اللي ايه الرادار هيقول لي خلي بالك ده اللي قدامك مسك فرامل لو أنا ما مسكتش فرامل ممكن جهاز التحكم نفسه يخش ويتحكم في صرورة السيارة علشان يقلل من التصدم او يمنع التصدم وخلينا اقول لك ان في بعض الانظمة انظمة متكاملة بقى مع بعض كلها عملوا نظام اسمه نظام ايبيا نظام ايبيا ده هو عبارة عن نظام تحكم راداري فمثلا على سبيل المثال ممكن الخطر ما يجيش كمان لا من عربية هافطرد هافطرد ان انا في عندي عربية نقل قدامي لعربية النقل دي محملة مسلا سنديت وانا بجري وراء الايه العربية وفي المسافة اللي مبينه ومبينه مسافات امينة تماما ولكن انا هافطرد ان احد السنديت اللي موجوده على العربية دي وقع قدامي تمام؟ وانا جاي العربية القدام دي في صندوق مثلا من الحمولية العربية لنقله في صندوق وقع قدام الايه قدامي معنا كده ان ما فيش حالة فرامل ولا كلام من ده طبعا في حالة الفرامل حتى في صارات تقليدية أنا وأنا ماشي طريق ومركز في الطريق أنا شايف الطريق قدامي وبركز على إشارة نور الفرامل بتاع العربية الأمامية أول ما بلاقي إن إشارة دي بلاية حمرة ببدأ أن أنا أعلل منين من سرعة دي طبعا النظام ده هيشتغل إزاي كل على بعضه ده طبعا هنعرفه مع بعض في الحلقة القادمة وأترككم في رعاية الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته